السلام عليكم ورحمة الله وبركاته إخواني وأخواتي الكرام زيقهم عميين بسم الله والصلاة والسلام على سيدنا محمد عليه أفضل الصلاة والسلام إن شاء الله نستكمل مع بعض إخواني وأخواتي الكرام وصفتنا الطبيعية وزي ما قلنا حضرتكم غزاءنا هو دواءنا غزاءنا هو دواءنا النهاردة إن شاء الله رب العالمين جاي لكم بوصفة وخلطة جميلة جدا 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 مجربة بإذن المولى عز وجل هتجيب من الآخر الناس اللي عايزة تخس الناس اللي عايزة تنزل من وزنها الناس اللي عندها الكرش زايد وكبير الناس اللي عايزة تحصل على قوام كويس وممتاز أحد الإخوة سألني عن وصفة للتخسيس وتجيب من الآخر وتبقى حاجات طبيعية غير ضرة ومتجيبش أضرار وتجيب من الآخر وتجيب نتائج هيلة وطبعا يعني فعلا يعني الخلطة ديت والوصفة ديت فعلا مجربة وتجيب من الآخر عن طريق إضافة التوابل بعض التوابل الطبيعية اللي احنا هنعرفها مع بعض إلى الأكل ولزيادة معدل الحر في الجسد وبتبقى التوابل دهية أو النباتات دهية بنسب معينة ما تعملش معانا أضرار جانبية الخلطة الجميلة ديت إن شاء الله لا تؤثر على الجسم بأي أضرار بإذن المولى عز وجل وتعتبر الوصفة دي حارقة للدهون بشكل كبير جدا جدا فإن شاء الله يلا بينا نروح على الوصفة مع بعض إن شاء الله رب العالمين يلا بينا نروح مع وصفتنا الجميلة وصفة زي ما أنتو حضراتكم شايفين في الصور بتحتوي على حاجات جميلة جميلة إحنا عندنا في كل بيت وفي كل مندل وفي كل مطبخ موجودة معنا إن شاء الله رب العالمين تكون وصفة جميلة ويجيب معاكم من الآخر إن شاء الله هتنزل معاكم عشرين كيلو في الصور اللي هيداوم عليها واللي هيمشي على الطريقة اللي هنقول عليها يلا بينا نروح نشوف الوصفة بتاعتنا مع بعض هنستكمل إخواني وأخواتي الكرام إن شاء الله حضراتكم قبل ما نبدأ في رجيم هذه الوصفة بتبقى الوصفة ديت قبل الأكلة ناخدها إن شاء الله هنعرف مكوناتها كلها مع بعض بس إحنا هنقول مكون مكون وبعدين هنقول لكم الوصفة كلها في الآخر فكملوا معايا عشان تستفادوا وتفيدوا غيركم إن شاء الله رب العالمين وصفة جميلة وصفة جبارة إن شاء الله رب العالمين هتجيب معاكم من الآخر أول مكون إحنا هناخده قبل ما نبدأ في رجيم هذه الوصفة تاكل قبل الاكل بنص ساعة ثلاث خيارات او اربع خيارات دول تاكلهم قبل الاكل بنص ساعة دولة بيعتبرهم فرشة او تحضير قبل ما تاخد الوصفة عشان الوصفة فيها بعض المكونات اللي هي مهيجة للجهاز الهضمي وللمعدة فعشان ما تقصرش وتجيب اضرار او تجيب حاجة مش كويسة فاحنا بناخد الثلاث خيارات دولة فرشة جوها البطن لعدم حدوث اي مشاكل في المعدة لان فيه ناس اصلا من بعض المكونات ممكن يعني ما بيجيرهم حساسي يجيرهم تهيوجات الكلام ده فاحنا لازم نعمل الصح ونمشي عليها باذن المولى عز وجل بعد كده المكون الرئيس بالخلطة تاني حاجة اللي هو الزنجبيل الزنجبيل احنا عارفينه كلنا وبنسمع عنه اللي عايز يخس اللي عايز يجيب اعشاب الكلام ده هو تقول لك خد الزنجبيل الزنجبيل من النباتات الحارقة للدهون بشكل كبير جدا 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 بتفيد الناس بشكل كبير كمان المكون اللي بعد كده في الوصفة اشر الرمان اشر الرمان اللي هو المطحول لو روحت عندي اي عطار وجد اشر الرمان اللي هو مجفر وتحنته او لو فيه مطحون بتجيب اشر الرمان اشر الرمان احنا عارفين اللي هو بيعالج التهابات في الامعاء وفي قرح المعدة وبيدخد فيه علاج القولون والقضاء على الغازات والانتفاخات والميكروبات وكل ده هو اشر الرمان لمفعول السحر المكون اللي بعد كده هو الكمون الكمون عندنا بكل مطبخ اللي هو الكمون من المطحون بتاعنا اهوت زي ما حضراتكم شايفين في الصورة وده اشر الرمان و اه عندكم الشطة الحرة والشمر واللمون المجفف اه دول كلك زي ما حضراتكم شايفين في الصور معنا وصلنا حضراتكم للكمون والكمون زي ما احنا عارفين برضو يعني مفيد للجهاز الهضمي اه بيعتبر مواد مواد حارقة ايضا وطعمه مستساغ وطعمه جميل جدا الكمون المكون اللي بعد كده المكون اللي هو الشمر وهذه الشمر هو تصورته هيت الشمر برضو دهوت لما بينطحن او هو لو جبته مطحوم لعند العبطار او الحبة الحلوة زي ما بيطلق عليها في بعض الدول العربية الشمر المعروف اللي هو مطيب لرائحة الفم اه بيفيد الجهاز الهضمي بصورة كبيرة جدا جدا اه المكون اللي بعد كده اه الشطة الحمرة واحنا عارفينها كلها الشطة الحمرة اللي هي المجففة اللي انتو حضركم شايفينها هداهية اه برضو احنا عارفينها اللي هي بتزود معدلات الحرق داخل الجسم قاتلة الميكروبات اه الشطة يعني فيه ناس بيتاكلها بشراها و بتعمل معهم فهول السحر وتلاقي الناس بتاكل شطة اه بتلاقي العرق بيصب منهم دليل عن الحرق شغال داخل الجسم والشطة من النباتات والتوابل الجميلة جدا 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 اه كمان معانا الليمون المجفف اللي هو تلاقيه لون كدهوت او لون اصمر شوية الليمون المجفف المطحون لما تاخده وتطحنه عندك فيه الخلاط له دور كبير برضو فيه معدلات الحرق و زيادة معدلات الحرق داخل الجسم ويا حضراتكم طبعا عارفين الزنجبيل اللي احنا اتكلمنا عليه في الاول الزنجبيل بتاعنا هوت الزنجبيل برضو من النباتات اللي هي اه بتزود معدل الحرق ويبتقد على الدهون بشكل كبير جدا يبقى هنروح للوصفة زي ما حضراتكم بقى قلتلكم عليها بس انا قلتلكم المكونات وكل مكون بيعمل ايه بطريقة مختصرة الوصفة بتاعتنا خمسة في المية شطة خمسة في المية شطة خمسة في المية شطة حمرة و تلاتين في المية اشر رمان مطحون و تلاتين في المية زينجبيل تلاتين في المية زينجبيل و عشرة في المية كمون عشرة في المية كمون مطحون و عشرة في المية شمر اللي هو الحبة الحلوة و خمستاشر في المية ليمون مجبتة هنخلط كل المكونات ده هيت مع بعضها و انا اضعهم في برطمان عسل نحل يكون عندنا او اه معدل معين من عسل النحل بس انت ممكن يعني المقادير تحسبها مع بعضها الكمية عسل النحل اللي هي مثلا تكفي اه عشر اه معالك او اتماشر معلقة من عسل النحل تكون برطمان صغير ربع ربع كيلو عسل نحل تحط فيه المكونات ده هيت وهتكرر العملية ديت برضو تخلط خلطة تانية وتحطها مثلا في ربع كيلو تاني تاخد منها معلقة قبل الاكل بنصف ساعة او تلت ساعة بس يكون قبلهم ثلاث حبات من الخيار زي ما قلت لحضراتكم اه وكمان يا ريت لما احنا مثلا عايزين نشتغل بالوصف وتعمل معانا شغل جامد ناخد الفواكه قبل الاكل مش بعد الاكل عشان تزود معانا معدلات الحر وتعمل معانا تساعد على الشبع اه القرآن الكريم اه زكرت فيه الاية وفاكهة مما يتخيرون ولحم طير مما يشتهون يعني الفاكهة قبل الاكل وده القرآن اوصى بها اه فاحنا ان شاء الله نمشي على الوصفة الناس اللي هي هتوقع تقول طيب احنا مش عارفين خمساشر في المية وخمسة في المية والكلام ده هوت اقول لكم هتجيب ست معالق زينجبيل وست معالق اشر رمان و هتجيب معلقة شطة حمرة واثنين معلقة ليمون مجفف واثنين معلقة شمر كل ده مرحون طبعا واثنين معلقة من الكمون و هتجيب ربع كيلو عسل و هتحط فيهم الخلطة اللي احنا قلنا عليها دهية بالمكونات دهية الخلطة دهية جميلة جدا هتساعد جدا في التخسيس من حوالي من خمسة عشر لعشرين كيلو في الشه بس نتبع اللي احنا قلنا عليه كله ان شاء الله رب العالمين وقبل الوصفة ناخد ثلاث خيارات عشان تعمل كفرشة جو المعدة بتحمي البطانة بتاعت المعدة من التهيوجات او عشان من الناس ما تقولكش ايه ده زينجبيل والشطة بيهيجهم المعدة والكلام ده هوت احنا عم نلتكم فرشة اللي هي الخيار قبل ما تاخد الوصفة بتاعتنا الجميلة ان شاء الله يعني مع مرور اسبوعين او تلت اسابيع هتحس بفرق كبير وفرق شاسع و هتجيب معاك من الاخر و هتزبط معاك كل حاجة في الجسم الناس اللي حد من ده مشاكل كمان في الجسم مشاكل مرضية ان شاء الله رب العالمين هتأثر معاك هتأثر على صحة القلب والدورة الدموية بصورة كبيرة هتزبطهم لك فالوصفة معانا تاني هقولها من اخر مرة ست معالق زينجبيل الناس اللي انتعرفش الكيميات خمسة في المية وعشر كمية كلمت ست معالق زينجبيل زائد ست معالق اشر رمان مجفق مطحون زائد واحد معلقة شطة حمرة اتنين معلقة ليمون مجفف اتنين معلقة شامر او الحبة الحلوة اتنين معلقة كمون هنجيب كل المكونات دي نخلطها نحطها في ربع كيلو عسل نحل مضمون ونقلبهم كويس نقلب الخلطة جوه العسل وناخد معلقة قبل الاكل بتلت ساعة او نصف ساعة وقبلهم تلت خيارات او في حبتين فاكهة او تلت حبات فاكهة ونتاكر على الله ويجيب معاكم من اخر ولولي اه رأيكم ان شاء الله رب العالمين واذن المولى عز وجل هتجيب مع الناس تعمل احلى شغل ان شاء الله وربنا الشافي وربنا المعافي انا يعني سعيد جدا مع حضراتكم وتمنى من حضراتكم ان تشجعونا وتكونوا معنا وتشوفوا وصفاتنا الجميلة ووصفاتنا الحلوة الوصفة دي ولا تقول لي اعشاب ولا اعشاب تخصيص ولا الكلام دهوت تس واظب عليها وان شاء الله رب العالمين هتشوف العجب والعجاب شكرا لكم على حسن الاستماع كان معاكم ابو زياد من قناة شاهدوفها متعلم مع ابو زياد سبحانك اللهم وبحمدك نشهد ان لا اله الا انو نستغفرك ونتوب اليك والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته اشتركوا في القناة